طال أمد الحرب التي يخوضها الاحتلال على قطاع غزة دون تحقيق الأهداف المعلنة من قبل تل أبيب وعلى رأسها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية وأمام الصمود الفلسطيني أصبح الاحتلال عاجزاً عن إنهاء القتال والعمليات العسكرية في أرجاء القطاع خسائر مالية واقتصادية يتكبدها الاحتلال تتفاقم يوماً بعد يوم مع هروب أكثر من ربع مليون إسرائيلي يعيشون في رعب من مستوطنات غلاف غزة وفي الشمال على الحدود اللبنانية وحتى في الضفة الغربية والقدس المحتلة لم يعد المستوطنون يشعرون بالأمان تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن سياسيين وأمنيين في تل أبيب أن قسماً كبيراً من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل بدأ يستوعب أن الأهداف التي وضعت للحرب لم تكن واقعية وغير قابلة للتطبيق وأخذ يتقبل فكرة الخروج من الحرب بنتائج محدودة إلا أن اليمين المتطرف في تل أبيب يضع العقبات واحدة تلو الأخرى لتصفية القضية الفلسطينية وهي القضية التي مع طول أمد العدوان باتت تكتسب المزيد من التعاطف والمساندة دولياً على عكس ما تشتهي سفن الاحتلال طول أمد الحرب يزيد من الأعباء على جيش الاحتلال ويؤدي إلى زعزعة صفوفه فقادته يريدون انفراجة لكن حكومة بن يمين نتنياهو تمارس ضغوطاً تضطرهم إلى اتخاذ قرارات تكلف حياة جنود الاحتلال ثمناً ضاهظاً فتنتهي إما بالموت أو العجز أو التراب ما بعد الصدمة مخاطر حسب إعلام إسرائيلي جعل تلواء نيتسان ألون ممثل جيش الاحتلال في مفاوضات التبادل ووقف إطلاق النار بغزة يحذر من أن القيادة السياسية قلصت بشكل مفرط صلاحيات وفد تل أبيب المفاوض في الدوحة وهو الأمر الذي من وجهة نظره سيقود إلى إفشال التفاوض الاحتلال الإسرائيلي أصبح محشوراً في الزاوية فهو غير قادر على الاستمرار ولا على وقف القتال وليس أمامه كلما سنحت له الفرصة وطال صمت المجتمع الدولي إلا المزيد من العدوان على الفلسطينيين وقتل الأبرياء خصوصاً الأطفال والنساء والتنكيل بالأحياء منهم